أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فطنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعني أفعصيت أمري قول يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقوا بقولي قال فما خطوبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبغتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا بساسة وإن لك موعدا لن تخلفا وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا فلا نحرقنه ثم لننصفنه في اليمن أسفا إِنَّمَا إِلَهُ كُمُ اللَّهُ يَوْهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَوَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قُدْ سَبَقَ وَقُدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرُطْ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُمْلًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيْذِ يُنْزُرُقَ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّ بِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نحن أعلم بما يقولون إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا صدق الله العظيم